اشتركوا في القناة في ظل ما يمثله قطاع الخدمات المالية من اسهام اساسي في خدمة الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية هذا اليوم سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظة مصرف البحرين المركزي الذي تشرف باهداء جلالته ميدالية ذهبية تذكارية تسجيلا للانجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة وقد أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يواصل بذلها محافظ مصرف البحرين المركزي وجميع العاملين بالمصرف لتعزيز المركز المتميز للمملكة في القطاعات المالية والمصرفية متمنيا جلالته للمحافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي دوام التوفيق والسداد وقد أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي عن جزيل شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السديدة وأشار المعراج إلى أنه بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فقد حققت البحرين تقدما كبيرا في تطور التكنولوجيا في القطاع المالي بحيث أصبحت مملكة البحرين تحتل المركز الأول في استخدام التقنيات الحديثة في المنطقة وإن صندوق النقد الدولي يشيد بما تشهده البحرين من تقدم اقتصادي ومالي في هذا المجال مشيدا بما حققته البحرين من إنجازات رائدة في المجالات المالية والمصرفية وريادة الأعمال في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى يده الله ورعه